تعالوا نروح على المركز الإعلامي بقى المجلس الوزراء عمل لنا تقرير رائع وجميل جدا يصلت الضوء على الاستراتيجيات اللي عملتها الدولة علشان الفلاح المصري الفلاح اللي بيأكلنا وبيشربنا ودون اختزال لدور الفلاح الفلاح المصري هو واحد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري ككل بالأرقام مشاركة القطاع الزراعي المصري في الاقتصاد في مصر 27% من الإيد العاملة اللي بتشتغل موجودة في الأرض تعالوا نشوف كده استراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري تؤتي ثمارها طبعا ده احتفاءا احتفالا بعيد الفلاح المصري 71 سنة احتفالات بأهلين طيب وزارة الزراع الأمريكية بتقول الآتي بتقول اتخذت الحكومة المصرية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية ده وزارة الزراع الأمريكية مش يوسف مش التاسعة احنا كلمناكو كتير على الرقعة الزراعية المصرية كلمناكو كتير على اللي قامت بيه مصر في هذا القطاع بص بقى الأمريكان بيقولوا ايه انه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية فانه مصر اتخذت مجموعة من التدابير الإضافية لضمان واحد شراء ما لا يقل عن خمسة مليون طن من الأمح المحلي من المزارعين سنة عشرين اتنين وعشرين وده بالإضافة لتقديم العديد من الحوافز للمزارعين وزارة الزراعة في أمريكا برضو بتقول أن مركز البحوث الزراعي والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عمل حملة وطنية تنشر الممارسات الزراعية الجيدة بل وتساعد المزارعين على الاستفادة من أصناف عالية الجودة للأمح عبر ما نطلق عليه الحقول الاسترشادية وهي المنتشرة على مستوى الجمهورية ده كلام وزارة الزراعة الأمريكية مش كلام نحن بس طب ما تيجي نشوف الفاو الفاو الحقيقة اللي هي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة بتقول إيه بقى بتقول إن الحكومة المصرية بتشتغل على تزويد الفلاحين والمزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة وخصوصا السماد والمبيد والبزور والتقاوي والأعلاف الحيوانية وطبعا تقديم الدعم الفني الخبرة والدعم للمزارعين مش بس إنه كل هذه المنتجات سواء إذا كانت أو المدخلات سواء إذا كانت أسمدة أو مبيدات أو بزور أو تقاوي أو أعلاف مدعومة كمان ماليا لا وأيضا الدعم الفني السندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بيقول إيه بقى؟ بيقول إن مصر عملت مجموعة من الجهود في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات أو الميكانة الزراعية بحيث إنها تخلي الفلاح تمكن الفلاح تساعد الفلاح بإنه يبقى على استعدادية أعلى لمواجهة تأثيرات المناخ فإذا كان ببرودة قارصة أحيانا لم نعتد عليها في فصل الشتاء أو في حرارة شديدة أثناء فصل الصيف مجموعة أوكسفرد للأعمال بيقولوا إنه قطاع الزراعة كان واحد من أكتر القطاعات في مصر صمودا خلال جائحة كورونا مع إعفاء المزارعين إنه كان صمدا بسبب إنه تم تقديم مجموعة من الإعفاءات للمزارعين من قيود الإغلاق اللي كان بيتم تطبقها بالتزامن مع الجائحة تعالي نشوف أكتر إيه اللي تقال وإيه اللي تعمل في مصر تحديدا لدعم الفلاح المصري العظيم صفحة 2 طيب تعالي نشوف الأسواق تم فتحها أمام الصادرات الزراعية ولا لا يعني هل أنا صادراتي الزراعية زادت ولا سبتة من حيث الحجم التصديري ومن حيث العائد التصديري تعالي نشوف عندي كام منتج زراعي ربعمية وخمسة منتج زراعي بيتم تصدرهم لمية وستين سوق وصولا لعام عشرين تلاتة وعشرين طيب هل زيادة الصادرات الزراعية محدودة ولا سبتة ولا قلت لقدر الله أقول لك لا دي زايدة أكتر من 51% نسبة زيادة الصادرات الزراعية إزاي الكلام ده يوسف قولك في 2014 كنا ربعمية وثلاثة مليون طن لكن في 22 بقينا أسف 34 مليون طن عقبال ما يبقوا ربعمية وثلاثة أصبحنا في 22 ستة ونص مليون طن وعندي خمسة مليون طن تقريبا إجمالي صادرات مصر الزراعية في الفترة من يناير واحد يناير عشرين تلاتة وعشرين والحد آخر شهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين يعني هقول في السبع شهور الأولانين كانوا خمسة مليون طن احسب تقدر تعرف تقريبا حجم التصدير ممكن يوصل قد إيه لحد يوم 31 ديسمبر إن شاء الله الشحن الجوي أيضا أصبح طرفا رئيسيا في عمليات الشحن للمنتجات الزراعية سريعة التلف علشان نقدر نحافظ على حصة تصديرية متنامية بالمناسبة لمصر للدول الأوروبية طيب في منظومة للمرأبة بشكل كبير تم رفع هذه المنظومة وتحدثها وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل الفحص لمتبقيات المبيدات علشان نقدر يبقى فيه عندنا شهادات اعتمادات دولية شهادات أيزو فتصبح أو يصبح كل ده متوازن ومتفق مع مرجعيات الاتحاد الأوروبي بالتحديد يعني صادراتك متفقة مع مرجعيات ومعايير الاتحاد الأوروبي وهي الأعلى بالمناسبة على مستوى العالم طيب القدرات التسويقية بتاعت صغار المزارعين 71 مليون دولار هي قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية إيفاد طيب إيه الهدف؟ الهدف هي رفع قدرات التسويقية لصغار المزارعين عندنا هنا في مصر يتم ربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين ومن ثم زيادة دخل حوالي نصف مليون مستفيد منظومة التكويد والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية فعندنا القرار رقم 386 وهو المعني بهذا الأمر بحيث أن أنا أكود كل من يريد أن يصدر لخارج البلاد وعندي كمان المنظومة أو منظومة الشحن بتاعتي اللي هي بتبدأ بفحص التقاوي قبل ما أنها تخش مصر يعني لو أنا عندي تقاوي هجيبها من بره لحصلات جديدة يتم فحصها يتم قبل ما تخش قبل ما تتزرع يتم رصد الاستخدامات بتاعت المبيدات إلى آخره وبالتالي يبقى أنت في عندك هنا بقى منظومة الشحن التصديرية كده أصبحت محكمات علينا أخذ الصفحة الثالثة تطوير منظومة الرأي واستصلاح الأراضي يمكن اتكلمنا عليها كتير بس تعالى أقول لك عملنا إيه مثلا في طبطين الترع عندنا 7206 كيلو متر أطوال تم الانتهاء بالفعل من طبطينها في الترع المصرية ومن هنا أقدر أحافظ على المياة بتاعتي من التصرب أقدر أحافظ على المياة بتاعتي من البخرة بشكل أو بآخر وبالتالي أقدر أن المياة توصل من أول ترع أو فرع رأي إلى آخره يعني في أقل من ساعتين في أطول أو في أكبر الحالات الرأي الحديث أنا عندي تقريبا واحد مليون فدان بل هو أكثر من واحد مليون فدان في المرحلة الأولى تم انتهاء تحديث نظام الرأي بتاعه وما وقفناش لحد كده لأ دا احنا مكملين في تحديث نظم الرأي في حوالي واحد مليون ومئة ألف فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المناطق المتعلقة بزراعات قصب السكر لأنها طبعا من الزراعات المستهلكة للمياة المسائي تم الانتهاء من حوالي 118 كيلو متر ويزيد عن ذلك 18 كيلو متر تم الانتهاء من تأهيل هذه المساقي فيها تعالى نشوف الدلتة الجديدة الله أكبر أنتوا عارفين لما رحت الدلتة الجديدة كان المزروع تقريبا حوالي 350 أو 370 ألف فدان كلام دا كنا في إبريل 2022 رحت حضرت هناك حصاد الأمح بداية حصاد الأمح طبعا مزروع فيها أمح مزروع فيها بنجر سكر مزروع فيها بطاطس مع زراعات حقلية أخرى إلى آخره عارفين وصلنا لحد إيه دلوقتي لحد 669 ألف فدان ممكن أكون وأنا بتكلم دلوقتي لأنه دا الإحصائية أو الدراسة اللي عملها مركز الإعلامي الحقيقة فتخيل ممكن يكون لحد دلوقتي ينكون تخطينا هذا الرقم لأنه العمل لا يتوقف هناك في مشروع الدلتة الجديد إحنا بنتكلم على حوالي 2.8 مليون فدان مساحة المشروع ككل طب ما تيجي أخذك على سينة واللي تم زراعة 285 ألف فدان بالفعل من إجمالي مليون ومئة ألف فدان مساحة المشروع في سينة طب الريف المصري عندي 150 ألف فدان بالفعل بالفعل تم زراعتهم من إجمالي 1.5 مليون فدان مساحة المشروع طب تعالى نشوف مشروع شرق العوينات عندي 245 ألف فدان تم زراعتهم من أصل 600 ألف فدان مساحة المشروع طب تعالى نكمل أنا بكلمة أنا على فددين زرعت من 2014 تعالى نروح لتمويل الفلاح المصري إذا قدر أعمل حزمة تمويلية للفلاح المصري وتبقى شديدة اليسرى عليه عندي أكتر من 6 مليار جنيه سنويا لتمويل محاصيل بفايدة 5% 5% دي فايدة ما بقتش موجودة في الدنيا بالمناسبة حتى عند أمريكا الفوايد بقت 5.5 و 5.6 و حاجة زي كده طيب تعالى نشوف 7% دعم بتتحمل الدولة من هذا التمويل بما يعادل أكتر من 0.5 مليار جنيه سنويا 500 مليون جنيه كل سنة طب بيستفيد قد إيه من هذا التمويل 600 ألف مزارع وفلاح وعندنا بقى مبادرات أيضا لتأجيل الأقصات وعادة الجدولة وإعفاء أيضا المتعثرين بيستفيد منها حوالي 300 أو استفاد منها بالفعل 330 ألف مزارع كانت الماديونية تقريبا حوالي 9 مليار يا سيدة يا كرام لو أنت عاوز تعرف مصر بتقدم إيه لمزارعيها ولفلاحيها طب تعالى نشوف المشروعات الممولة بمنح وأيضا بقروض بالتعاون مع شركاء التنمية عندي 96 مشروع تنموي زراعي تم تمويلهم من دول ومؤسسات خلال أربع سنوات فاتوا بحوالي 14.5 مليار جنيه طب المشروعات دي عبارة عن إيه بنتكلم على استصلاح أراضي بتكلم على تأهيل بحيرات بتكلم على توسيع البواغيز والله العظيم تلاتة مصر ما تدب فيها مصمار في بواغيزها وبحيراتها من بالضبط جد العشرية الأولى في القرن العشرية تخيل يا راجل ييجي 110 سنة محدش لمس البحيرات المصرية طيب طبعا اشتغلنا على الصواب الزراعية بالإضافة بقى قليات الرية الحقلي كل اللي احنا كنتنا بتتكلم فيه من شوية ان احنا بقى فيه عندنا رية حديثي بقى فيه عندي دعم لصغار المزارعين الى آخره عندي قرد حلو قوي اسمه باب رزق ده عاملوا البنك الزراعي المصري باب رزق ده عبارة عن خمسين ألف جنيه تمويل كان زمان عشر تلاف خلينا خمسين ألف ومش بس كده تحصل كمان على وثيق التأمين مجانية لا تدفع أقصتها دي اللي بيتحملها البنك الزراعي طب الهدف ايه اه انا عاوز الناس اللي بتربي طيور اللي بتربي أغنام اللي بتربي معز إلخ إلخ من الناس اللي على قد حالها علشان يقدروا يشتغلوا فيه تجارة المنتجات الزراعية والحيوانية طب تعال نكمل في صفحة خمسة كمان نشوف عندنا ايه في صفحة خمسة يا أولادي أيوا الزراعة التعقدية مهم جدا أوي ده تاخدين بالكوا الزراعة التعقدية دي زي ما كده قلنا للجماعة مزرعين الأمح يا جماعة احنا هنشتري منك الأمح بكام يا سيدي قلنا له والله احنا هنشتريه بالسعر العالمي وهندي لك حد أدنى طب ولو السعر العالمي زاد هكمل لك طب ولو السعر العالمي أقل مش هتضر أنا متكفل بالفرق فعملنا ايه بقى بص الزراعة ده سعر الضمان حطينا سعر الضمان فإذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه فحضرتك تقدر تحصل على سعر الضمان بالكامل طب ولو حصل ان السعر العالمي زاد حضرتك هتاخد كمزارع يعني هتاخد السعر العالمي زي ما احنا مت فئين وتم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية اللي دخلها في المنظومة عندي 9.5 ألف جنيه لطن الدرة الصفرة حد أدنى سعر ضمان عندي 18 ألف جنيه حد أدنى سعر ضمان لفول الصوية خلي بالك في 2022 كانوا 8000 أصبح 18 طب تعال نشوف عباد الشمس 15 ألف جنيه سعر الضمان بعد ما كان 8.5 عندنا أردب الأمحة 15 ألف بعد ما كان 820 سنة 22 كل ده حد أدنى أنا بكلمك على كمان انطار القطن 5500 حد أدنى عندنا البنجر 1500 حد أدنى سعر الضمان بعد ما كان 800 تعال نشوف صفحة 6 موجود فيها اي تاني غير الزراعة التعاقدية أكيد في حاجات مزارع الأمحة والأطن والبنجر أمح يعني دقيق قطن يعني الدهب لبيض بنجر يعني السكر عندنا خمس أصناف جديدة تم استنباطها من الأمحة 450 نقطة تم تجهزها لاستلام هذه الأقماح عندي 21 ألف حقل استرشادي لتوعية أخوي المزارع والفلاح المصري عندي خمس أصناف جديدة من القطن وظل كنت تكلمتكم مرة على القطن الملون اللي احنا بنعمل عليه الأبحاث هو موجود في الإطار البحسي أنا شفت بعيني هذا القطن مسكته بإيدي القطن الملون ده لونه بيج ولونه مش عارف بقى بيسموه ايه كده حاجة بنفسي لي فاتح للا وفي قطن لونه لبني كده شوي طبيعي هو خلقته كده طبعا ده بيقلل بعد كده من تكلفة الأصباغ وما إلى ذلك في وقت التصنيع عندي البنجر عندي علاوة على اسمها علاوة الحلاوة أي تركيز السكر على كل بنت فوق 16% بدلا من 40 خليناها 100 عندي 200 جنيه للفدان خدمة أرض عندي توفير زراعة آلية مجانا للمزارعين الراغبين في زراعة بنجر السكر وطبعا تصرف التقاوي بالمناسبة مجانا للعروات المبكرة و75% دعم البقية العروات صفحة 7 أنا عارفكوا عايزين تجروا في الموضوع بس أنا الحقيقة في عيد الفلاح ما بقدرش سيطر على نفسي هنعمل يا طيب الطريق نحوه مجتمع اشتراكي أفكار مسيطرة علي على حتى هذه اللحظة وسوف تظل مسيطرة بالمناسبة طيب احتياجات المزارعين بقى من الأسمدة والتقاوي عندي أكتر من 8 مليون طن إجمالي أسمدة مدعومة تم توزيعها طيب دعمها يصل إلى قد إيه حوالي 40 مليار جنيه خلال 3 سنين عندي غرفة عمليات دائمة مستمرة الإنعقاد لمتابعة حركة الأسمدة توريد الشركات استلام الجمعيات للحصص وفقا لبرامج الشحن المحددة عندي مشروع كبير لإنتاج الأسمدة ومن أبرز هذا المشروع من أبرز نقاط هذا المشروع الضخم والعملاق مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ولعلكم أكيد تابعتوا بداية هذا المشروع أيضا التزام أو إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة 55% مدعومة من الإنتاج للجهات المسوقة للأسمدة وبالتالي نقدر أن ننبي احتياجات المزارعين بسعر قد يصل أو هو بالفعل وصل في بعض الأحوال لـ 4500 جنيه للطن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بخطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك يفيد إلزامها بتوريد الحصة والرد للحصة وبعدين عايز تصدر أهلا وسهلا وعند طبعا تحديث ضخم وعظيمة عمل لمنظومة التقاوي سواء إذا كنت التقاوي دي عالية الإنتاجية قادرة على أنها تجابه أو تواجه أو تقاوم المتغيرات المناخية الحالية نقدر نشتغل على فترات زراعة قصيرة نقدر نوفر الميا دي التقاوي الجديدة بتقاوم الملوحة وزي ما كنت بقولك أيضا المتغيرات المناخية صفحة 8 ليش اللي سريع فهذا الموضوع لأنه عندنا حاجات كتير جدا اللي عاوزين نشتغل عليها الساعة بقت كام يا خبرة بيض نحن عندنا فقرة لسه ما بدأناش فيها أولادي طيب الإنتاج الحيواني ما نقلقش طب هناخد 10-15-20 دي أكد طب بص وسيدي تحسين وراثي للسلالات المحلية يمكن حضراتكم يمكن تبعته في أكتر من مرة كلمات الرئيس حول تحسين السلالات المحلية واستبدال سلالات عادية بسلالات جديدة أصبحت موجودة في العالم عالية الإنتاجية في الشقين سواء إذا كان فيه اللحوم أو أو إنتاجيتها للحوم يعني التحول للحوم وفيه إنتاج الألبان عندي 42700 مستفيد هم عدد المستفيدين أو حجم المستفيدين من مشروع لتربية وتسمين حوالي 494 ألف رأس ماشية عندي تقريبا ما يزيد عن 8 مليار جنيه حجم التمويل بتاع مشروعات إحياء البتلو حتى الآن أنا عايز إيه أنا عايز أوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين عايز أوفر فرص عمل وأمكن المرأة المصرية والشباب في الأرياف بتاعتنا أنا عايز أرفع مستوى المعيشة بتاع أهلين الفلاحين والمزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في أرياف مصر طيب الخدمات البيطرية عشان أقدر أعمل ده بعمل خدمات بيطرية قدمت خلال 9 سنوات فاتوا للي بيسأل إحنا بنعمل إيه مصر أنا وإنت وكلنا بنعمل إيه عملنا بالفعل 3186 قافلة بيطرية أطلقت في أكتر من ألف قرية عملنا 204 مليون جرع التحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام يعني مجموعة من الأمراض التي تلحق وتصيب الماشية والأغنام والرؤوس على اختلاف أنواعها 29 وحدة بيطرية جديدة تم إنشاءها 89 وحدة تم إحلالها 296 وحدة تم تطورهم ورفع كفائتهم من 14 لحد 23 2 مليون جرعة سنوية هي الطاقة الإنتاجية خد بالك بقى 2 مليار أنا آسف 2 مليون مليون مين احنا مشتغلش بالمليون 2 مليار جرعة سنوية هي الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية ده أدى للسيطرة على الأمراض أدى للسيطرة على الأوبئة بعد ما كنا بنشتغل على 120 مليون جرعة هم كانوا بيعملوا إيه زمان طيب تعال للصفحة الأخيرة طيب التحول الرقمي والتأمين الصحي لخدمة الفلاح ده مهم جدا احنا عندنا حاجة اسمها كارت الفلاح الذكي الكارت هو الذكي الفلاح دائما ذكي ده شيء معروف بالذات الفلاح المصري اللي بنى أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية كلها تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر أربعة واحد من عشر مليون كارت مطبوع تم إصداره بيمثل حوالي خمسة مليون ومتين ألف حيازة زراعية مسجلة على مساحة سبعة واثنين من عشر مليون فدان ألف جمعية زراعية تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني فيها باستخدام كارت ميزة الفلاح عشرين خدمة زراعية تم ميكانتها وجاري ربطها حاليا مع بوابة مصر الرقمية ده تمهيدا لإطلاقها عندي خمسة تلاف وسبعمائة جمعية زراعية تم تجهزها بأجهزة تابلت واء بي او اس اللي هو اللي نحط فيه الكارت ده وندفع وتحط الرقم البين والكلام ده طيب اتنين مليون مستفيد من تطبيق اسمه هود هود وهو صديق الفلاح كموجرة العادة وهو جاري تحديث هذا التطبيق بحيث انه يبقى متواكب متناسب متطابق جاري مع احدث الانظمة بتاعة الذكاء الاصطناعي في العالم طبعا ده بالاضافة للتأمين الصحي للفلاحين وهو نظام تكافلي الزامي التأمين الصحي على الفلاح الزامي لانه بيقدم كل الخدمات اللي بتقدمها هيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين من نظام التأمين الصحي تأمين وتقديم الخدمات العلاجية والتأهلية والتشخيصية اللي بيغطيها التأمين الصحي في حالات المرض والحوادث لقدر الله وبتشمل الخدمات الطبية والفحوص الطبية وصرف العلاج وغيرها من الخدمات اللي بطبيعة الحال يجب ان تقدم من خلال التأمين الصحي لفلاحين ومزارعين أهلنا يعني من الآخر علاج الفلاح وعمل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها رعايته طبيا الحقيقة طول مدة انتفاعه من هذه الخدمات إلى أن يشفى وتستقر حالته أقولك أقل حاجة تقدم للفلاح المصري